السلام عليكم ومرحبا بكم في التمرين الرقم الرابع من درس الاحتمال نبدأ بقراءة معطية التمرين يحتوي الصندوق على عشر بيضاقات وتحمل الأرقام إذا خلاص بيضاقات تحمل الرقم واحد ثلاثة تحمل الرقم اثنان وبيضاقتان تحمل الرقم ثلاثة نسحب أشوائيا بالتتابع وبدون إحلال ثلاث بيضاقات من الصندوق وحسب احتمال الأحداث التالية أ الحصول على ثلاث بيضاقات تحمل نفس الرقم ب الحصول على بيضاقتين بالضبط تحمل الرقم جوج و الحصول على بيضاقات تحمل ثلاث أرقام مختلفة مثلما إذا نحاول الغصوء التمرين دينا بنوحة الصندوق فيه عشر بيضاقات إذا نجرب سحب بالتتابع وبدون إحلال إذا نسحب بالتتابع وبدون إحلال بيضاقات إذا باستعمل هذه الحاسبة فغلق سبعمائة وعشرين الآن سنحسب احتمال الحدد الحصول على ثلاث إذا الحصول على ثلاث بيضاقات تحمل نفس الرقم إذا الإمكانيات اللي عندنا فإما غلقا واحد 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 أو اثنان 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 إذا ثلاثة غير ممكن لدينا إحنا قصنا ثلاث بيضاقات تحملوا الرقم نفس الرقم وبالتالي الكاردينال ديال أ إذا مدام عندنا نفس الرقم فرحة ما عنديش مشكلة ديال الترتيب كما عندنا أرقام مختلفة غاي يكون عندنا الترتيب إذا عندنا الكاردينال ديال أ كيساوي A ديال ثلاثة من خمسة زائد A ديال ثلاثة من ثلاثة مجموعة البيضاقات اللي كتحمل الرقم جوج إذا ستين زائد سا أي سا والسين وبالتالي فالاحتمال ديال الحادث A كيساوي الكاردينال ديال A على الكاردينال ديال أوميغا إذا سا والسين على سبعمية وعشرين هنا بعد الاختزال غلق 11 على مية وعشرين الآن دوزو الحادث B إذا الحادث B الحصول على بيضاقتين بالضبط تحملني الرقم جوج إذا هنا حدو لنا أن بيضاقتين يحملون الرقم جوج والبيضاقة الثالثة طبيعية الحال مغسرش تحمل الرقم جوج إذا كندللها جوج بار إذا هذا هو الإمكانية اللي عندي بيضاقتين تحملان الرقم جوج والبيضاقة الثالثة لا تحملوا الرقم جوج طبيعية الحال هنا مدام السحب بالتتابع وبدون إحلال إذا غيكون عندنا الترتيب يعني را غلق إما جوج 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 بار أو غلق جوج جوج بار جوج أو غلق جوج بار جوج جوج يعني ثلاثة ديال الإمكانيات ديال الترتيب بين هاد البيضاقات طبيعية الحال هنا كيمكن اللي باش نعرف الإمكانيات ديال الترتيب البيضاقات فيما بينها كنح تشوف شحر عندي ديال البيضاقات ثلاثة إذا ثلاثة فاكتوريال الجوج ديال البيضاقات كيتعاودو يعني عندهم نفس الرقم إذا كندلع لها جوج فاكتوريال يعني إحنا نغلق ثلاثة إذا الكاردينال ديال بي غدي تساوي لينا إذن عندنا هنا ثلاثة بيضاقات جوج بيضاقات تحميلن الرقم جوج والثالثة تحميل الرقم لا تحميل الرقم إذن ثلاثة جوج من ثلاثة والبيضقة الثالثة تحت تكون من الكرات التي لا تحمل الرقم إثنان أي سبعة الكرات اللي يبقوا إذن ثلاثة في ستة في سبعة أي مئة وستة وعشرين إذن بي ديال بي هتسوينا الكاردينال ديال بي على الكاردينال ديال أوميغا إذن مئة وستة وعشرين على سبعمائة وعشرين إذن بعد الاختيزة الغلقة سبعة على أربعين الآن دوزو الآخر سؤال اللي هو الحصول على بي دقات تحميل ثلاثة أرقام مختلفة مدنى مدنى يعني غلقة الرقم سفر والرقم واحد والرقم اثنان إذن شحل عندي من إمكانية ديال ترطيب هات الثلاثة بي دقات فيما بينها إذن قلنا غادي نحسبه هنا عبارة عن تبديلة يعني ثلاثة ديال البي دقات كرطبهم بعضياتهم يعني غير يكون عندنا ثلاثة ديال ثلاثة فكتوريال إمكانية إذن الكاردينال ديال السي إذن رغي يكون عندنا ثلاثة فكتوريال إمكانية اللي هي ستة مضروبة في أ منسبة الكورة اللي كتحمل الرقم سفر يعني واحد من جوج مضروبة في أ واحد من خمسة البي دقات اللي كيحملوا الرقم واحد والبي دقات اللي كيحملوا الرقم جوج يعني يكون عندنا واحد من ثلاثة إذن 6 في جوج في 5 في 3 أي 180 وبالتالي احتمال لحدث C سيكون هو الكاردينال C على الكاردينال Oميغا أي 180 على 720 بعد الاختزال يبقى لنا 1 على 4 اشتركوا في القناة